موسيقى حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي ده وقع وفيني الحقيقة ولا حد عارف كأنه لوحده اللي فاهم وشايف نحتاج نفكر ونبحث كتير الموضوع ده فعلا حقيقي وخطير ولا حد مهما ما كانته يقول نمشي في طريقه ونلغي العقول حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وفيني الحقيقة ولا حد عارف حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي ده وقع حكاوي وفتاوي بتملى المواقع بيتر كنت عايز اسألك سؤال أنا شخصيا باتحير فيه لما ببص على الكتاب بلاي ان الكتاب بيقولنا ان هو موحى بيه من الله كل الكتاب موحى بيه من الله فده بيديني انطباع ان هو كله مصدر الله لكن لما بتيجي زيقر الكتاب المقدس نفسه بتكتشف انه في حاجات فيه بين شخصية الكاتب اللي بيكتب زي بولس مثلا لما بيتكلم انه اودر او اكون انا نفسي محروما من المسيح لاجل انسبائي فهنا بولس اللي بيتكلم هو اللي محروم من المسيح فده ما قداش اقول عليها انها من الله ده بولس هو اللي بيحكي وزي حاجات تانية موجودة تانية يعني برضو ممكن اقول ان في حاجات بتبن بالنسبة لي ان هي غريبة شوية زي لما بولس مثلا بيقول احضر لي الرداء هل دي حاجة محتاجة الروح الكدس عشان يعني يطلبها من شخص في برضو حاجات بالنسبة لي اصعب زي اقول انا لا الرب يعني دي بالنسبة لي مرعبة كل ما بقف قدامها بقول فين الوحي فيعني لو تقدر معلش توضح لنا اكتر ايوان هو من الله ولا من الانسان ايوان هو اصلا كمان الموضوع كمان فيه نظريات كتير يعني هو فيه مدارس كتير يعني فيه ناس بتقولك نظرية وحي املائي ناس تانية تقولك لا نظرية ده ده وحي بديهي ده الهام طبيعي للانسان بس قبل ما اقول كده هو فعلا انه اهتمامنا بيعني ايه وحي كتاب مؤدس وحي كتاب مؤدس وطبيعة الوحي ده هو فعلا موضوع خطير مهم ممكن قبل بس ما ندخل في الموضوع تقولنا تعريف صغير لوحي انا عايز اقل التعريف عايز اقل التعريف لاني عايز اقول ايه الحاجات الغلط في الوحي الناس فهمت ايه غلط في وحي كتاب مؤدس فهمته ازاي إيه اللي مش وحي إيه اللي مش وحي إيه اللي مش وحي كتاب مؤدس أنا بس كمان عايز أقول قبل ما أبدأ أنه عارف عقيدة كتاب مؤدس عقيدة جوهرية يعني إحنا كتير جدا بنروح مثلا لعقايد زي التبريد بالإيمان عقايد زي الكفارة عقيدة زي مثلا زي أي حاجة زي الأخرويات عقايد زي من هو الإنسان عقايد زي الخلاص كل ما بنروح للحيطة الدية بنروح على طول نلجأ لإيه نحتكم لإيه للكتاب مؤدس لكن العقيدة دي هي يعني تقدر تقول أن العقيدة دي الباكبون العمود الفقري اللي بيبتحكم كل العقايد والعقيدة دي لو استقرت في ذهنك كويس فأنت كده استقرت في ذهنك كل العقايد واستندت يعني سبتت ما بقتش مرجوك فيها فاهمني طيب خلينا أقول لكم إيه العقايد الغلط في الوحي وحي كتاب مقدس هقول لكم الأول نظرية زي ما تقولوا كده شمال خالص نظرية لبرالية خالص النظرية دي قالت لك لأ مفيش وحي مفيش كلام من الرب قاله في الكتاب مقدس مفيش كلام ده عبارة عن إلهام طبيعي عارف لما أنت تتفرج مثلا تسمع أديب زي شيكسبير لما تسمع موسيقار بيعمل زي موزرت مثلا فدي كلها حاجات إنسانية طبيعية كلمات بشرية لكن هو مش فريد عن الكتابات البشرية والحاجات البشرية طبعا دي نظرية لبرالية خالص نظرية متحررة من عزمة النص خالص ولا نؤمن بها فتقولك ده مش كتاب إلهي لكن حصيلة أفكار ناس عاشت في ثقافات مختلفة ناخد منه حكمة زي ما بناخد من الحاجات التانية زي بناخد الحاجات التانية حكمة يعني لأن النظرية دي بتنفي أنه في أي إعلان من الله للبشر بالزبط كده ما فيش قال الله خالص زي ما أنت قلت يعني الحتة دي مهمة خالص عايزة أبدأ بيها يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنقف بيها قدام النظرية دي إنها بتنكر مئات المرات يمكن ربعمائة مر أو أكتر اللي جات فيها في الكتاب المؤدس هكذا قال الرب هكذا قال الرب فالرب بيتكلم بوضوح في الكتاب المؤدس النظرية دي كمان بتنكر بطرس التانية واحد عشرين لما بيقولك لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلمة ناساً، الله القدسون مسوقين من الروح القدس بس لماذا هي ما بيقولوا بس ماذا يهم باللات بالروح القدس بس مش كل الكتاب بالروح القدس دي نذرية تانية حين أنت بتقول ذا نذرية تانية نظرية الوحي الجزئي إنه في أجزاء موحبة من الله زي الحاجات الوضحة دي وفي حاجات تانية مش موحبة من الله اللعنة النظرية دي مش بتقول حتى النبوات ديت والحاجات ديت مش بتعتبرها كلام من الله لكن افتراض النبي انه تكلم قالي الكلام يعني تخيل تكهن ان الله بيقول بالشكل ده لانه بتلغي كل عمل إلهي في الموضوع بس النظرية بتاعتك دي احنا جايين لها يعني فمثلا يقولك انه اللي حصل ده مثلا يعني تقدر تقول استنارة استنارة حصلت لكن الكتاب المؤدس حقيقي بيفرق لنا كمان بين الاستنارة اللي بتحصل للمؤمن وبين الوحي الاستنارة انك تفهم تفهم حتى في الكتاب المؤدس تفهمها أكتر يحصل لك استنارة تتفهم أكتر لكن الوحي ده سلطان ده حاجة ما حصلتش غير لكتاب الوحي حاجة انه ازاي الله سقهم يقولوا يقولوا مواضيع ويقولوها بألفاظ والألفاظ تبقى معصومة من الخطأ اللهوتي أو التاريخي أو الجغرافي أو العلمي فالنظرية دي تختلف تماما عن ادعاءات كتاب المؤدس ادعاءات كتاب المؤدس عن نفسه في الوحي حتى بتلاقي املة كتير املة كتير يعني هكذا قال الله الرب وبتلاقي حاجات كتير فيها املاء من الرب لما الرب بيكلم في سفر رؤية يقول لي يحنى يقول له اكتب اكتب اللي أنا هقوله لك اعمل كذا لما بيقول لأشعية يقول له تقول الكلام ده بالزبط للملك فده في حاجات كتيرة جدا فيها بتضاد وتناقض النظرية دي ايه النظرية التانية دي نظرية الالهام الطبيعي ايه النظرية التانية تقدر تقول بقى اليمين المتطرف خالص انها لغة البشر خالص النظرية دي دقى هي نظرية الوحي الاملائي انه الكتاب مقدس ده جي املة من الله فيه لغية تماما لشخصية البشر لشخصية الكتاب لغاها تماما الكتاب عبارة ببساطة عن ألم ببساطة ما فيش شخصية ما فيش ثقافة ما فيش فكر ما فيش اي حاجة طلعة في الكتابة كل ده كلام وحي من الله املة الله قاله بالزبط معليش يا بيتر بس خليني قطعك يعني انا قعدت فترة كبيرة اوه في حياتي ايوه يعني دي حاجة من خبرات الشخصية قعدت فترة كبيرة في حياتي مؤمن بالنظرية دي ومش انا بس لكن كمان كان كل اصحاب اللي حوالي بسبب الثقافة المحيطة بينا كنت دايما ببص وقول اه الله قالك دهود فانا بفهمها ان الله ملاهه يعني الله هكذا قال الرب مثلا او اي جزء في الكتاب الله ملاهه حتى لما بولي بيقول احدى الرداء الله ملاهه ان هو يكتب الجزء ده ام وطبعا انا متأثر بحاجات كتير حوالي ومتخيل سيناريوهات وقصص ام ومش عارف مدى صحتها لكن يعني معلش انا نفسي توضح لي النقطة دي اكتر اعمق فيها انا عايز اقولك ان نظرية الوحي الاملائي دي ما تقدرش تقول حتى انه في ناس النهاردة بتؤمن بيها يعني تقدر تقول انها اتهام خاطئ لعصمة الوحي اللفظي لفكرة الوحي اللفظي للإيمان بالوحي اللفظي ان احنا بنؤمن بالوحي اللفظي زي ما انت بتقول انه الله انت عايز تقول ان الكلام ده كلام الله كل كلمة من الكلام ده كلام الله على فكرة الوحي اللفظي لما هنيجي نروح له ونشرحه هو بمعناه ببساطة ان كل كلمات الكتاب المقدس كلمات الله رغبتينة كده فتقول لي طب ما يبقى املاء اروح اقولك اقولك انت بتجري على حاجة بتجري على مفهوم ازاي كل كلمات الكتاب المقدس كلمات الله ازاي بقى الوحي الاملائي الفكرة النظرية الاملائية بتتعامل مع ازاي الله عمل كده ازاي الله عمل كده لكن الوحي اللفظي بيقولك المنتج النهائي انه كلمات الكتاب المقدس هي كلمات الله فاهمين الفرق يعني فيه فرق بين ان اقول ان الوحي ملاقي انت كده تجاصرت وقلت انا عارف ازاي حصل الوحي اللفظي ازاي اقول لنا ازاي فتقول انه الله مل الله مل لكل حاجة لكن لما بنؤمن بالوحي اللفظي لكتاب المقدس وأن كل كلمات الكتاب المقدس هي كلمات الله ونقدر نقول أن نطق بيها الله فأنت تروح أقول لي يبقى إذن إملة لا إنت جريت وقلت إنها إملة لكن الموضوع مش كده صحيح عملية الإملة موجودة صحيحة كذا قال الرب موجودة لكن أنت بتلاقي في الكتاب المقدس مثلا في حتة زي اللوءة يقول لك إذ قد تتبعت كل حاجة بالتفصيل وكتبت الكلام ده فواضح أن فيه بحث تاريخي في الكتاب المقدس بنلاقي فيه رؤى وبنلاقي فيه أحلام وبنلاقي فيه أمثال الرب يسوع وبنلاقي فيه سرد لقصص ومش بدأس بنلاقي سرد لقصص ده احنا بنلاقي التعليقات من الراوي على القصص فمثلا الرب قال كذا حو قالت كذا آدم قال كذا وتلاقي التعليقات الراوي كل ده الكتاب المقدس متضمنه شكرا جدا شكرا ليك فكل ده الكتاب المؤدس متضمنه فلما بنقول وحي إملائي إحنا بنجري ونقول طب إزاي ده حصل إزاي ده حصل أقدر أقول زي ما قلت فيه أجزاء إملائية لكن فيه أجزاء تانية الله سيطر عليها بسيطرة إحنا مش فاهمينها إحنا هنيجي للنقطة دي أكتر أنا عايزة أفهم منك أكتر الوحي الإملائي في الوحي الإملائي كده أنا حس أنت كأنك بتلغي شخصية الكاتب يعني مش مهم من الكاتب كان فاهم مش مهم من بوليس هو بيكتب روميا كان فاهم قوي التبرير هو الله الدال وكل الكلام ده مش أن بوليس قعد اجتهد في أنه يصيغ عبارات محددة فكتب مش موجود في الوحي الإملائي أيوة دي اعتراضاتنا بالزبط دي اعتراضاتنا أنا كنت حتى هقول لكم إيه رأيكم وإنتوا شايفين الوحي كده فمن ضمن الحاجات اللي بنرد بيها إنه لأ واضح في الكتاب المؤدس الاختلاف بين الكتاب في طريقة كتابة يوحنة تختلف عن طريقة كتابة بوليس تختلف عن طريقة كتابة بوترس عن أشعية عن عموس عن داود كل واحد فيهم مختلف في طريقة كتابته عن التاني فده بيقول لنا إن الوحي لا مش إملائي إيه تاني يا مراد تفتك بس أنا كنت أقول معلش تعليق إن اللي بيتر بيقوله دا معناها إن مثلا واحد زي أشعية وهو بيقولن بيقوله عن العبد المتقلم في أشعية 53 هو كان مدرك تماماً اللي بيقوله تمام تمام دا من ضمن الردود برضو اللي بنرد بيها لا هل دي حاجة حقيقية إنه كان مدرك هنشوف هنشوف دا في الوحي اللفظي لما نيجي نشرح يعني إيه وحي اللفظي هنكتشف إن الكتاب فهمين إن هما بيقولوا كلمة الله فهمين المواضيع اللي بيقولوها هل فهمينها بشكل مطلق هل في حاجات كانوا بيقولوها بيتنبأوا بيها لكن فهمين أسرارها وأبعدها لا مش كلها لكن فهمين المجمل العالم هو دا لنعايز فمثلا تلاقي يقولك نبوة وإحنا بنشوف تحقيق النبوة دي بنكتشف إن النبوة دي نبوة تاني جزء منها بيتحقق في مجيء المسيح الأول وجزء منها بيتحقق مثلا في مجيء المسيح التاني فمش كل حاجة كانت فيه أسرار في العهد القديم لكن ما كانوش مش فاهمين إنه بيكتبوا وحي وما كانوش مش فاهمين اللي بيكتبوه لأن بيكتبتهم للحاجات دي تقدسوا وكمان كانوا فاهمين لدرجة إنه كانوا بيقولوا للناس عيشوا كده فلو هما مش فاهمين اللي بيكتبوه ده مش فاهمينه أصلا بيطلبوا إيه من الناس فاهمين فدي حتة مهمة قوي لكن تعال نفكر برضو مش عايز أسيب الحتة دي قبل ما أقول تعليق قاله واحد اسمه وين جرودم لهوتي اسمه وين جرودم عن إزاي طيب هي مش قملة طيب إزاي نقدر نقول ببساطة إزاي هتفضل سر لكن نقدر نقول المعلن لنا نقدر نقول كده إن الله كان حاكم على الشخصيات دي بيهيأها بيهيأ ثقافتهم من زمان قبل ما يكتبوا بيهيأ طريقة حياتهم بيهيأ حكمهم على الأمور علمهم يعني عايشهم في أنه إزاي يعني يفحصوا الأمور بدقة حتى ظروفهم أثناء الكتابة هو كان حاكم عليها فللدرجة اللي فيها أنه وهم بيكتبوا الكتابة دي عصم الألفاظ خلى الألفاظ تتكتب بشكل أنه يكونوا بيكتبوا كلماتهم اللي هم بيؤمنوا بيها اللي عايزين يقولوها من كل قلوبهم لكن في نفس الوقت الله يشاور على الكتابات دي ويقول ده كلامي ده بالضبط اللي أنا عايز أقوله كلمة 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 فلو الوحي وحي إملائي فإحنا مش هنلاقي اختلاف الأساليب في الكتابة من شعر ورؤية وتاريخ وكلام إملائي مش هنلاقي اللي اختلافات في الأساليب دي ومش هنلاقي اختلاف في كفاءة استخدام اللغة يعني أنت اليوناني اللي بيستخدمه يوحنى بنشوف اختلافه عن اليوناني اللي مستخدمه مرقص عن اللي مستخدمه لؤة فلو الوحي بالشكل اللي احنا فاهمينه دوت مش هنلاقي اختلاف في استخدامات اللغة نفسها كمان مش هنلاقي التوضيحات الكتابية الواضحة عن الجانب البشري في الوحي فمثلا مش هنلاقي متى 22 مثلا يقولك كيف يدعوه الرب يسوع لما كان بيتناقش مع الكتاب يقولك كيف يدعوه داود بالروح ربا فالرب يسوع بيتكلم عن داود الكاتب مرقص 12-36 لأن داود نفسه قال بالروح القدس في صلاة التلاميذ في سفر الأعمال يقولك القائل بفم داود فتاك فكل الحاجات دي بتقول لنا أن الوحي فكرة الوحي الإملائي فكرة بعيدة عن ادعاء الكتاب المؤدس عن نفسه يعني اللي انت عايز تقوله أن داود أو الكاتب هو بيكتب كان بيقول كل حاجة هو عايز يقولها بس تحت سلطان الله وفي الآخر دا في الآخر اللي بيقوله دا بيبقى كلام داود وكلام الله في نفس الوقت ومش بس عايز أقول أنه كل حاجة عايز يقولها عايز أفتح معاك وشاهد افتحوا معاك وشاهد دا يهوذة واحد بصوا احنا هنرأي بحاجة أظن أن الرب خلانا يعني سابها في الوحي ساب ساب يهوذة في الوحي يقول لنا الكلام داود عشان يقول لنا الحتة انت بتقولها أنه حتى اللي هم كانوا عايزين يقولوه مش كل اللي عايزين يقولوه ومش كل اللي كتبوه تكتب في الوحي مش كلهم بص مثلا عدد ثلاثة يهوذة أيها الأحباء إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تكتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقدسين بتقول لنا إيه الآية دي وأنه هو كتب حاجة كان عايز يكتب عن الخلاص المشترك تمام وبعد كده يقولك اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تكتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقدسين أن تنضلوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقدسين فواضح أنه كان هيكتب حاجة والروح القدس قاده يكتب حاجة تانية فإلغاء العامل البشري غلط وإلغاء العامل الإلهي غلط وإنك تقول عليهم 50-50 غلط برضه لكن إحنا هنشوف وإحنا بنتكلم يعني إيه الوحي اللفظي بالضبط هل في أي نظرات تانية يا بيتسر تحب تعرضها لنا غير النظريتين المتطرفين طبعاً في نظريتين تانين بس ممكن نشرف شاي وأقول لكم النظريتين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة